موسيقى يا هلا مساكي يا رب أهلا وسهلا كيفك شيفع مار؟ والله الحمد الله انتي كيفك؟ شو أخبارك؟ والحمد الله ومبارك ما أجأك الله يبارك فيك ويسلمك يا رب أنا من معجبين يعني بي صغحتك ووصفاتك كتير يا هلا تسلمي يا رب يا هلا أهلا وسهلا فيك الليلي يعني انتي بتحبي كرشك ولا لا؟ بتحبي بطنك؟ ولا لا؟ قبل ما تطلبين وصفة. اكيد اكيد ما في حضا ما ريح ببطنة. معناها تطلب وصفة شغل الابرعة. هاتي لنشوف اي ايه اي اكيد بدي وصفة الشاورمة. شاورمة? ايه عامل شاورمة بالقناة كتير. لأ هاي الشاورمة شاورمة بالباني. شاورمة باني. شاورمة باني. والله هاي شكلها بتعرف طعم الثمه. ايه على عيني تكرني. شاورمة باني شاورمة باني. ما في اي مشكلة. يا بايرا. يا هلا شكراً إليك أهلا وسهلا فيك خلص عن قريب بتشوفي الوصف إن شاء الله مساء الله شكراً كتير لأهلاك و الله يبارك له الله يسلمك يا رب خلص أهلا شاورما بنيه يشغل أبراتي بتكرني يا هلا مع السلامة مساء الله شكراً بنيه مع السلامة باي باي هيك ها هيك يا هيك العالم اللي بتطلب أكلات يا بلا شاورما بنيه هيا يا غوالي بلا ما لكم ما خلينا نبلش نشتغل أحسن شي كيفكن يا غوالي معكم الشيف عمار من برنامج مأكول الهنا وين على تلفزيون الآن لح نعمل شاورما بنيه شغل عماك أبراتي بشرفوا معي وهلا يا غوالي لحتى نعمل شاورما الجاج بدنا جاج إجباري يعني عندي هون صدورة الجاج كيلو من صدورة الجاج بدي قطعون ترنشط ترنشط هلا بتشوفوا اشتغلون تقطيع تشاورما بسم الله وين تدفى يا غوالي بالسكين ناولونا يا هون منجيب صدر الجاج ومنسطحه هون وشوفوا شو منساوي منشرحوا هيك شرحات رفيعة قد ما كانت رفيعة كل ما كانت أحسن هيك متل ما هو ما في داعي يشرحوا قلو شايفين الشرحة كيف يا غوالي هيك دا تكون بهاد الرفع ما أحلاها للناس يلي ما بتتقطع معا هيك شو بتساووا بتجمدوا الصدر يعني بتجمدوا بالفريزة بعدين بتطلعوا حتى لو السكين تبعك مون كتير حدة بتقدر بتشرحوا تشريح ليش لأنه مجمد أما لما يكون هيك لازم تكون السكين تبعنا حدة بحتى نشرحوا بهاد الشكل دا خراسي عليها هاي لونة بتاخد لي غراض مطبخ ما عفهم تحطونها اخد لي العصارة هاي العصارة سرية يا جماعة أخدها من ستي أنا والله ما فيني استغني عنها هلأ بدنا نبلش بشو بتتبيلت الشعورمة الخطيرة أول شي بنجيب خلاط هاي الخلاط طبعنا خلينا نركبه بسم الله أول شغلة بدنا ياها يا غوالي زيت زيتون بدنا نحط زيت زيتون تقريبا 100 ميلي وبدي حط أربع معالي زبادي لبن لبن الزبادي يوغورت مو حليب انتبهوا انشاء ما يخربتوا اخواننا المصريين هاي شوفوا شلون حليب يشي سائل هذا لبن هدول هنن على الأد بعد ما حطيت لبن بدي عصير بردقانة وعصير ليمونة البردقان أساسي بالشعورمة بيعطي طعمة خرافية يلي عبي شوف هذا الفيديو هلأ أول مرة عبي شوف فيديو شعورمة جاج لشيف عمر عبي شوف هاي التتبيلة لأول مرة فبحب خبرك يا غالي أنه هاي التتبيلة يعني يمكن شي مليون شخص سواها طبقة لهي الوصفة عن جد كتير كتير طيبة خليني نزلوا لهون طبعا اللبن يا جماعة بيهري يعني بيهري جاج هري يعني هو مهم ليش لأنه بيهري جاج وبيخليه طري وأموره بالسليم وعندي هون 8 سنان من التوم وبدي كمان معلقة أكل من دبس اللفليفلي جاجة الطلب طولوا باكن راجع لكم جيت لكم هالا الطلب اللي كتع نجيبه خبس تورتية بما أنه جيت وجيت خليني أخد البهارات ملح فلفل أبيض بابريكا بصل بودرة أرفي شوفي كمان دي فضي لكم النملية هيل شو كمان يا أبو امير شو كمان يا أبو امير وين 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 مخبينه اه وين وين مخبينه لك روحي الزنجبين سبقيان حزروا شو حزروكن حزرة بدي جوست طيب وقرنفول شو كمان بدي يا جماع هلأ مبدئيا حاجة شوف إذا لزمني شي برجع لكم يلا وهلأ بنا مبهر يا غوالي أول شي خلين بلش بالملح بدنا ما لقيت ملح هلأ ذكرتشو هنين الاتنين نسيتون الاتنين أهم من بعض كمون وكزبرة في كتير ناس هتقلك أخي شاور ما ما بينحط الله كمون أخي انت تجرباي الوصفة ودعي لي يعني خلاص ما تقلع عندي ترتيبك كله عندي هلأ ما هخليكن هون لأنه ما نسيت شي بتخيل خلاص روحوا عدوا شاكتسوا لي اموركم نصف معلقة فلفل أبيض أو أسود وبدي معلقة زنجبيل ومعلقة بصل بودرة ومعلقة بابريكا ومعلقة كزبرة مليانة وكمان شقفة نص يعني معلقة ونص صغار كزبرة أساسية بالشاورمة وكمون معلقة كمون مسح ونص معلقة قرفة نص معلقة هيل بودرة نص معلقة نص معلقة قرنفول وأخيراً وليس آخراً نص معلقة جوزت الطيب شعيفين الشاورمة شو الدبهارات؟ كل هدول يا غوالي بعيان مكون واحد وهذا المكون هو اللي خلى يمكن وسط هالشاورمة هين تضرب وتعمل ضجة كتير كبيرة شوه يا حذركم؟ رح لاقلكون يا طولوا باقلكون ليه هتو؟ كاجو الكاجو يا جماعة كتير وقت عالم استغربوا انه كاجو بالشاورمة كيف هيك؟ شلون؟ شلون هيك؟ بمحمص ولا محمص كاجوني؟ تقريباً عشرة عشرين جرام مكتير شوفوا شلون؟ بس هدول بالمطبخ الهندي والمطبخ الافريقي ما تسغبوا افريقي ايه؟ بيستخدموا بوصفات كتير مع الجاج الكاجو بيعطي طعم خرافي لهيك استخدمت انا الكاجو بالشاورمة وطلعت كتير طيبة ونقلت لكم ياها وكانت تريند على الوطن العربي وهيك الخلطة تبعنا جاهزة ما؟ جاهزة خلنا نضربها بسم الله وهلا هيك يا غوالي امورنا صارت باللوز شوفولي على هاللون تتبيلة الخرافية بسم الله يا ويلي يا ويلي اي قطيب بهارات شاورمة ممكن تجربوها بحياتكم وهلا بدنا نمعك معك وندعك دعك بسم الله هيك نغنغوه نغنغة للنغنغة عنوان في كتير ناس بتقولك اخي شاورمة الجاج ما بتزبط بصدور الجاج انا عفكرة عطول بساوية بصدور الجاج ومجرب كتير منشانكم يعني مجرب كتير بفخاد ابدا مو طيبة الفخد طعمته غير هلا محلات بيحطوا بس ش بيحطوا فخد قليل يعني بيحطوا قسم قليل فخاد وقسم كبير صدورة الفخد بطريقتنا نحنا بالبيت غير السيخ يعني غير عن بياع الشاورمة بطريقتنا بالبيت بنسل بصير شعر بصير تفرده هيك بصير شعر لما تاكله بتلاقي ما له ملمس بتتم ملمسه هيك غليز يعني انتوا عبتاكل هيك ملمسه غليز الصدر ملمسه خرافي وهلا يا غوالي لازم نعمل حركة شايف عمر السحرية ها شفتوا شو صار امورنا باللوز هلا بعد ما صلخناه واحد شغل ابراتي باخده وبحطه بالبراد ست ساعات سبع ساعات ماشر ساعة ساعتين يلي بتكون يا معكم من ساعتين ل 12 ساعة تنقعوة انتوا وقت كون على كيف كون ريحة خرافية حماس مليون وهلا خيار نروح لوين نساوي كريم التوم شو لاشا عمل شغل؟ بدي اعمل كريم التوم كريم توم شغل ابراتيب هادا اسرع كريم توم ممكن تجربوه بحياتكن لا بياخد شغل ولا بيوجع الراس وشغلته بسيطة بني حذيت عندي اخر بيطين انا هادا كريم التوم بحبه لا بحب تحط لي نشا ولا بحب تحط لي حليب ولا بحب تحط لي مدري شو انا هادا اللي متعود عليه وبحبه يعيب ومعظم الفيديوهات هادا اللي بساوي سريع كمان ما بياخد شغل عنا بيطين نفقسون هون فينا نحط بس بياد وفينا نحط صفار وبياد هذا الموضوع بيرجع لكم بس بياد مع صفار بيطلع هيك ادسم شغلة ابراتيب عرفته شلون هلا شو بدنا كمان هون هينو ها ها احيوه على مصور يا جماعة شو باكم عم ياخد لطن من تحت بدنا ملح ومعلقة بدي حط ربع معلقة ملح بدي حط يا غوالي توم توم انتو قديش بتحبو بيطين بياخدو اربع سنان توم لبيطين اربع سنان توم انتو قديش بتحبو تحطو تقللوهن ساون اتنين ترفعوهن ساون ستة بيصير كتير اربعة منيح انا بحب التوم يعني بيطلع ظريف وعندي نص ليمونة عالقانة بالبراد نزم النقافات بعصره فوق في ناس بتحط ملح الليمون انا ما بحب بدنا زيت اينا الزيت اينا الزيت بدنا زيت نبعتي شوفو هلا هون قديش معبه عندي صار صار معبه عندي مية وخمسين ميلي بدي لكل بيضاء ميتين ميلي من الزيت يعني بدي ارفعوهن من المية وخمسين للخمسمية وخمسين بسم الله هذا الاعيار الرسمي وانتو فيكم طبعا تعملوا نص الكمية عبيضاء مع ميتين ميلي من الزيت النباتي مع سنين توم الزراف شغل ابراتب رشة ملح عصرة ليمون وعالبلندر يا غالي عفكرا هاي الطريقة تزبط بالخلاط كنتو عطول تكتبو لي انو تزبط هالطريقة بالخلاط تزبط بالخلاط ومنشر الزيت شر هو وشغال الخلاط بس بالبلندر لسه اسرع بكتير حسيت هاي اشتغلت بداله للبلندر شوفوا شتون بالبلندر قديش بياخدو تقريبا تلاتين اربعين ثانية اول شغلي مناخد البلندر ومننزل فيه للقاع شايفين للقاع شوفوا شوفوا شو شلعيت شوفوا ريكا 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 في بزري والله هاي شتون هرباني دايقة يا جماعة بسط الله واخيرا طلعت يلا هلا بنحط البلندر بالاخير هيك ومنك بس وبس مباطق السيرة بديش اخار مااخد شي اشوفوا القوام بس طلعوا لحاله شوفوا شوفوا القوام شوفوا شايشين اوووو ريحت التوم فم ألف وهلأ يا غوالي هاي الصِينية تبعنا ليش لحتى نساوي الشاور ماológس سالكن ايها بالفرن، مو بالمقلاية بس بتصير بالمقلاية وفيكن تساوها بالفرن هاي الصينية بنمدة فيها ومن شكلس لأمورها أول شي بدي سمنة السمنة هي اللي حتعطيها الدسامة لصدر الجاج سمنة تقريباً بدي أدر معلقة أكل معلقتين أكل بدهنن هيك بالصينية بهذا الشكل هاي الجاج بعد ما اصلوا بالبراد شو أربع خمس ساعات متنغنغ منطلعوا ومنشم الروائي منعطيني من هدول يا غالي وهلأ مندلق الجاج طبعاً على الصينية ومنفرفد منوزعوا بقلب الصينية مشان شو ينشبها بالتساوي وما يكون شي قاعد فوق شي شوفولي على الشرحة ما أحلاها شايفين منغنغة بالتتبيلة نغنغة وهلأ بعد ما فردناها يا غالي ومناخدها لوين إلى الفرن هيا بنا الفرن يشغل من فوق ومن تحت على أعلى حرارة حطه هون بالنص مبلش شكل سيلي أمورك يا غالي طبعاً الفرن تبعنا لازم يكون حامي ليش لحتى الجاج ما يطلع المي اللي فيه وينشوها شوية مرتبة وتتشكلس أموره شوف يشيبنا نجهزه هلأ كريم التوم جهزنا هيا نفرمنا شوية مخلّة جيت لكم يا غالي حاجتة الصينية ما حاجتة ولي على قلبي ولي على بعضي شوها قمة السأسة والنغنغة شوها دائمة دوبان شعرفوا لعندي يا غالي عكوني واحد يا الله يبارك له غير شكل على صينية هالشاورما هاي شوفيه على التحميصة يا غالي وعلى هاللون الخرافي وهلأ يا غالي خلينا نجهز الإحباشات والأمور وهنيك عم بقلي بطاطا لحتى شو؟ المساوي أحلى صندوشة شاورما بني دقتوها بحياتكم يا كريم هلأ يا غالي شو هي البني؟ البني أي شي بيقولوا عليه بني ما هو شي مقلي يعني مثلا نجاج مقلي كذا مثل السكالوب مثلا مصرين بيقولوا عليه دقاق بنيه يعني هذا سكالوب تمام؟ الفكرة هون شاورما بنيه شو يعني؟ يعني صندوشة شاورما مقلية يعني بلف الصندوشة وكله نظامي بس بطريقة معينة هلأ حنشوفها مع بعض وبعدها مقلية بالزيت تطلع مقرمشة من برا وصخنة من جوه وخرافية ليش هيك؟ شطت ريالتي كأنه ما؟ ما عد فيني يتحمل المهم شاورما عن نجازة هون بدي يا بقصومات يا هذا بيسموه بانكو يلي هو تبع التوست يلي هو التوست مطحون بيكون وميبس بدون الاجناب تبعه وحاضط معه طحين أنا شوي منشان يمسك يمسك على الخبزة يعني هاي نقطة كتير مهمة انه دايما البانكو نحط معه طحين منشان يمسك على الخبزة عندي هون زبدية بدي حط فيها بيضة وبدي حط فيها لتر من المي رشة ملح ورشة فلفل وبدي شو ساوية حزركم؟ حزروه حزروه بالحزار بدي اخفقه هون وبدي كمان طحين ومي خليط هو بيجي مثلا معلقتين طحين واربع خمس معالق مي بيطلع هيك بهاي السماكة وبدي يفر شاية شايفين هذا هو الخليط هيكة القوام طبعه بخلي هذا الخليط هون وبجيب الخبزة شو بدي حط بقلب الصنبويشة مبدئيا ولا شي ليش؟ لأنه بدأ تنقلة بس مو ولا شي ولا شي بدي حط اللي كم شغلة إلا كريم التوم كريم التوم مناكله معه هحط حد يلي بيحب الحد شوفوا هيك نكشة حد الناس اللي بتحب الحد فيها تحط شغلي بالصنبويشة هون يعني ما بوصل لهون هون بقلبه هاي حطينا الحد وهلأ منجيب الملقط وشوفوا لي على الشعور ما أربوا أربوا شوفوا شوفوا شايفين ما أحلاها رايحة نيفة ومسأسقة هاي أهم شغلة إنه شو مسأسة خليني حط من هذا للجاج هون وما بكتر كتير لأنه هي هي بدأ تنقلة يعني مو بتحية ضحي تعارفوا شو لاني بتحية ضحي ولا لا يا غوالي وهلأ بعد ما حطينا الجاج خليني حط لي هيك مخللتين ما تكتروا كله جنبه مخلل أحسن شان ما يعني ينتزع على الحرارة العالية كتير بقلب القلي وشوية جبنة أشقوان وممكن تحطوا كمان مع فطر معلب شوي بس هيك أنا شايفة أمورها بالسليم وتمام هلأ شوفوا شو بدي ساوي أول شغلة بدي يجيب من هذا الخليط ودهان الخبزة من هون هاي الاجناب ليش بديها تلزق هلا لأنه بسكرها بعدها بسكر واحد اتنين وبعملها هيك بأخدها هيك لورا شايفين بقصبية شنو عم بأخدها لورا بسكر من هون بتأكد وبسكر من هون بعملها هيك وبختمها شوفوا ما أحلاها شلون تختمت شايفين الصندويشة شلون صارت مسكرة الخبزة اللي عم بستعملها يا غوالي هي خبزة التورتية انتو فيكن تستعملوا أي نوع خبز تاني وهي هي الأكلة يعني إذا بدك أصولها 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 هي نوع من أنواع العجين بينفرد وبينحط بقلبه الصندويش بس هاي بتاخد شغل فخبزة التورتية هي الحل السريع والطعم الأطيب بالقلي فعلا أطيب شي خبزة التورتية بالقلي هلأ بس خليني يجيب صحن خليه جنبي هاي صحن هلأ يلي بدي ساوي شوفوا على الشكل الآتي خليني يقلبس كف خسرانة بس كفوف كفوف كودنا مع شركة الانتاج ما بصير هيك كم كفة اللي مستعمل هلأ هاي الخبزة الصندويشة يا صدي شايفين ما أحلاها ملفوفة ومسكرة ومختمة بنزلها هون بالمي والبيض بعدين بنزلها هون بالبقصومات أو يلي هو البانكو مع له طحين بدي أعطيها مضبوط 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 هم إذا لقيتها هيك ما لأ أخدة كمان شو بساوي برجع بنزلها هون هم شايفين هيك بتعطي كريسبي أكتر يعني وبرجع بعمل لغطة هون هم بهذا الشكل الجناب لا تنسوا هون شايفين هذا المكان هم بنفضه بعبي هيك وبنفضه لأنه هذا المكان ممكن يهرب منه شوفوا ما أحلاها آه خد العل وبحطه هون وهلا خليني ساوي لي شي خمسة عشرين صندويشة وارجع لكم مش هلنقليهم سوا معلش بس دقيق نجرب كريم التوم سامحونا يعني أعطعناكم بنص الوصفة وجينا سحبنا واحدة بطاطا وغطيناها هون هيك شايفين كريم التوم بعد البرودة بعد ما تعطيه برودة بيصير قوامه خنفوشاري يوم لغوصل الجو وهلا يا غوالي بناخد الصحن تبعنا علي بس دقيقة هي هيكي ع الهامل الزيت تبعنا ما بديها يكون حامي كتير انتبهوا بدي تكون حرارته مئة وسبعين هيك شي بدي هدخلوا النار تحته قوية وبس هلا باخد القطعة وبنزلها بسم الله وفيكن جمدوه كمان ع فكرها بسم الله هاد الزيت ممتاز مشان القطعة ما تحترق واذا كان الزيت بارد بتغب زيت تعرفتو شلون كيف منعرف انه الزيت حرارته ممتازة مثلا مئة وسبعين ولا مئة وثمانين نمسك قطعة من البقسمات او اللي برها موجودة ومننزلها بس تنزل لتحت وتطلع بسرعة خلص معناها الزيت تمام اما اذا نزلت ودغري عملت هيك على الوش معناها الزيت كتير حامي اذا نزلت لتحت وضلت قادة تحت ومعد تطلع وتن ناحية معناها الزيت بارد تضغب زيت صندويشة اما هيك ممتاز وحتى بتاخد لون على الرواء وكمان حتى اذا فيها شي بده استواء اذا كانت هي عجينة تستوي يا ويلي طلع الدهب يا غوالي طلع الدهب شوفوا لي على هاللون ما احلا شوفوا لي على هاللون الخرافي يا ويلي حمصة تحميص غير شكل عدي هون يا غالي شو الوضع ارمشة للصباح وهي اختها وهلأ خليني ساولكم هيك شغلة سريع سريع انا ما فيني يعني اذا ما عملت شي هيك غميص فيه غميص ما بقدر مناخد من الكريم التوم الخرافي اللي معنا معلقتين ثلاثة وكوهاي اربعة ومنحط عليهم معلقة شطة ومنحط عليهم شو دبس رمان هيك يا ويلي هي الخلطة مخيفة مرعبة هي ونخلطن هيك كلهم مع بعض يا ويلي اخ الروايح ما عاد فيني يتحمل هاي الخلطة بتاكلو لي اها مع اي شي جاج وبتدعو لي وهلا خليني نروه على التقديم الصراحة يا جماعة هي الصندويشة بتتلف الأعصاب هنه نوع بيصوروها صور وانا قلبي عبيدوب واعصابي تلفوا على الاخر ما عاد فيني يتحمى قرب لي هيك لإلا تحفي لوحة فنية وهالصوص وهالبطاطا بسم الله شو شو يا غاري شايفين شو 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 هادا اسمه الدمار الشامل يا ويلي خد لي هالصوص هيك وارغوا لعندي للكم شايفين هيك هاي لو اين من روح فيها هاي من روح فيها يا غالي ع المادة دايريكت ولا حرف ذغري بسم الله هاي الصندويشة غميان عل قولة اخواننا الحلبية غميان صلي زمان خرمان على هيلشي صلي زمان مدقت هيلشي انا الصراحة حاسس فيكن يا جماعة بس لو انتو كنتو مكاني هتحسوا باللي عب يصير مية انا عم باكلها شوفولي الجبنة انتو بس شوفولي هون الجبنة السايحة شايفين يا ويلي حده 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 هاده السوس للشلفطة واحدة بوحدة بسم الله وهيك يا غوالي متل العادة اذا عجبكم الفيديو شاكل سنة الامور يا ابي كان معكم شايف عمار سلام شو ادي ااخد مي ما عنص في شي هدول البطاطيات متنقرشوا مع الطريق سلام حبايب القلب اذا حبيتوا الحلقة مد ايدك يا غالي وهون في زر اشتراك كأني انا شايفه من هون في اسلية وبشقيتها بمشقيته في جرس كباس عليه بيرن لا ما بيرن بس بصير يصراك اشعار كل ما تنزل حلقة من برنامجي برنامج ما اكل هنا على قناة تلفزيون الان سلامات يا غوالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة